الى حلب وريفها حيث قضت بواسل قواتنا على اعداد من الارهابيين في كفر خاشر وتنب ودمرت مدفعي هاون كانوا يستخدمونهما في استهداف مطار منغ العسكري بينما تم القضاء على عدد من الارهابيين في تل رفعة وشمال اعزاز ودمرت لهم عددا كبيرا من الرشاشات المتوسطة والثقيلة وفي محيط سجن حلب المركزي اشتبك جنودنا البواسل مع عصابات ارهابية كانت تعد للهجوم على السجن ودمروا مدفع هاون واوقعوا العديد من افرادها قتلى ومصابين قرب دوار الجندول وفي مدينة حلب اوقعت وحدات من جيشنا الباسل قتلى ومصابين بين الارهابيين في الشيخ مقصود وعند السكن الشبابي وبني زيد وبستان القصر والعامرية وفي حلب